أرسلت مصر قافلة محملة بمئة الأطنان من المساعدات الإغاثية لدولتي السوريا وتركيا بحران تأتي هذه المساعدات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة دعمس شعبين السوري والتركي في مواجهة آثار الزلزال استمرار لدور مصر الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال قافلة من المساعدات في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء شعبي سوريا وتركيا أعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك القافلة من مناطق تحميلها بالقاهرة إلى الإسماعيلية عبوراً بأنفاق تحيا مصر وكبر السلام مروراً بالطريق الدولي الساحلي وصولاً إلى ميناء العريش البحري الذي شهد تطويراً كبيراً بكافة منشآته وأرصفته خلال الآونة الأخيرة حيث غادرت سفينة إمداد مصرية من الميناء متجهة إلى دولتين سوريا وتركيا محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية اجتملت كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي والأزهر الشريف وجمعية الهلال الأحمر وصندوق تحيا مصر للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر بكلتاً دولتين يأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخي بين الشعود وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن ترجمة نانسي قنقر